الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان تعتبر إحدى أكثر الملفات الخلافية بين البلدين يتمحور الخلاف بشأن مساحة بحرية تبلغ 854 كم مربع تم تقسيمها إلى عشرة مناطق أو ما يسمى بلوكات وتشكل بلوكات 8 و 9 و 10 موضع نزاع مع إسرائيل إذ يقول لبنان إنها في مياهه الإقليمية لا سيما بلوك 9 وهو الأهم فبحسب السلطات اللبنانية فإن بلوك 9 يحتوي على احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط ومنح لبنان عام 2017 رخصا للتنقيب عن النفط والغاز لشركات توتال فرنسية وإن الإيطالية ونوفا تيك الروسية الخطوة اللبنانية أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب الإسرائيلي ولوحت إسرائيل حينها بعرقلة عمليات التنقيب إذا بدأ لبنان بهذه الخطوة لب التوتر إذن تمسك كل من لبنان وإسرائيل بملكية هذه المساحات البحرية فيما يبقى ترسيم الحدود وفقا للقانون الدولي هو الفيصل لحل هذه النزاعات